موسيقى لأن سوريا قلب بلاد الشام ومركزها الذي يؤثر ويتأثر في المؤشر معي أنا آلاء هاشم نناقش قضايا عربية ودولية نبدأ بالعنوين موسيقى ملوحة بحرب جديدة إسرائيل تتوعد بعملية كبيرة جدا في لبنان حزب الله يحذر ويوسع نطاق ضرباته موسيقى خطة بايدن بشأن غزة تراوح مكانها السنوار يرد عليها مباشرة وانقسام داخل إسرائيل بشأن تطبيقها موسيقى 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 اشتركوا في القناة بادل بين الطرفين إضافة إلى تحذيرات أمريكية لتل أبيب بمنع توسع الصراع مع حزب الله إلى حرب محدودة جدار صوت يخترق نار ودخان مسيرات وقتله شمال إسرائيلي فارغ وجنوب لبناني ممتلئ بالقذائف أيام قليلة تصعد فيها مشهد المواجهة بين حزب الله وإسرائيل من تحركات مضبوطة إلى أخرى مفتوحة على كثير من الاحتمالات ربما أولها الحرب وليس آخرها السلام لهذا الواقع الميداني المتصاعد كواليس سياسية في إسرائيل عكست وبشبه إجماع بين العسكر والساسة على رغبة تل أبيب في المضي نحو عمل عسكري ضد حزب الله في لبنان إذاعة الجيش قالت بأن الحكومة سمحت باستدعاء خمسين ألف جندي احتياطي إلى جبهة لبنان أما نتنياهو فيصرح بجاهزية بلاده لعملية قوية جدا في الشمال ويزيد من تأكيد ذلك رئيس أركان الجيش هيرتزي هاليفي الذي أقر باقتراب إسرائيلي من اتخاذ قرار بهذا الشأن في حين دع الوزير في مجلس الحرب بني جانس رؤساء البلدات شمال إسرائيل للاستعداد لأيام أكثر صعوبة أما على الطرف المقابل فكان حزب الله قد كثف بدوره من هجماته على إسرائيل خلال الأيام الأخيرة صواريخ ومسيرات أطلقها الحزب باتجاه بلدات الشمال تسببت بخسائر بشرية ومادية كبيرة بالتزامن مع تصريحات سياسية لنائب زعيم الحزب نعيم قاسم أعلن فيها استعداد الحزب لسيناريو الحربي مع إسرائيل وسط كل ذلك ما زالت إدارة الرئيس الأمريكي تحاول منع حليفتها من توسيعة الصراع مع حزب الله تحذيرات من الولايات المتحدة لنينياهو نقلها موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أرجع هذا القلق لدى واشنطن من دخول إيران على خط هذه الحرب وتحول لبنان إلى جغرافيا تجمع ميليشيات موالية لطهران فهل تستطيع إدارة بايدن وضع حد لهذا الجموح الإسرائيلي أم أنه فات الأوان على العودة إلى الوراء وإعادة ضبط المشهد ومنع الخيار الأسوأ للنقاش معي مهند الحاج علي نائب مدير مركز كارنغي للشرق الأوسط من بيروت أهلا بك ومعي من بيروت كذلك الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر أهلا بك أستاذ فيصل أبدأ معك إذن إسرائيل تستدعي خمسين ألف جند احتياطي من أجل مواجهة على الحدود الشمالية في جنوب لبنان مع حزب الله هل حزب الله جاهز لهذه المواجهة بعد سنزافه وبعد كل هذا الاشتباك الذي جرى على حدوده مع إسرائيل طيلة الفترة السابقة سهل خير لكل ضيف الكريم لكل المشاهدين وشكرا لهذه الاستضافة طبعا السؤال يستطن جوابه من خلال ما تفضلتم به من هذا التقرير الذي عرض بشكل وافن وإن كان هناك الكثير من النقاط التي ممكن أن نتحدث عنها لكن عمليا حزب الله نعم هو في جهوزية عالية جدا المسألة ليست بما يقرره العدو الإسرائيلي المسألة أيضا فيما لدى حزب الله من قدرات حتى الآن لم يستخدمها في إطار هذه المعركة المفتوحة والتي اسمها عنوان أساسيا قد طرحه وهو الإسناد للشعب الفلسطيني ولمقاومته منذ ثمانية أشهر وها نحن في هذه الليلة ندخل الشهر التاسع وحزب الله لم يتراجع عن هذا الأمر بل صعد مرارا وتكرارا إلى أن وصل الأمر إلى أن يكشف عن صواريخ أرض جو يعني حالة دون الطيران الحربي أن يقوم بأي عمليات إغارة على لبنان وهذا بحد ذاته تطور كبير ومؤشر كبيد استدعاء الاحتياط من قبل حكومة نتنياهو هي ليست المرة الأولى وأنا أعتقد أن هذا الأمر يأتي في إطار الحرب النفسية المتواصلة التي يخدها العدو الإسرائيلي ضد لبنان واللعب على التناقضات الداخلية وتوجيه الرسائل الدبلوماسية إلى من يعنيهم الأمر في أن إسرائيل إذا ما قررت فهذا الأمر تتحملون مسؤوليته لكن بالمقابل حزب الله يقول نحن نريد حرب واسعة لكن إذا ما ذهب العدو إلى هذا الأمر فعند إذن سنكشف كل أوراقنا ونستعمل كل ما لدينا من أسلحة في هذا الإطار والعاقبة لمن يعني مثل ما بيقوله يعني وعلى الظالم تدور الدوائر مثل ما بيقوله عمليا نحن أمام تطورات متسارعة هل يقتل عدو الإسرائيلي باتجاه هذه الخطوة أم أنه سيضطر إلى التراجع عنها عندما يجد أن هناك جهوزية لدى حزب الله أيضا في المقابل نائب وزعيم الحزب نعيب قاسم أستاذ مهند قال بأن الحزب جاهز لهذا السيناريو هل لبنان جاهز عندما يتحدث الحزب وأيضا عنصاره ومحللوه السياسيون عن الجاهزية والقوة والآخرين هم يتنسون أنهم في بلد مفلس منهك تعيش غالبيته تحت خط الفقر والتنظيم منفصل عن الواقع اللبناني لجهة عدم شعوره بالمسؤولية حيال هذه ملايين من الناس المقيمين في لبنان أم كانوا لبنانيين أم لاجئين وهؤلاء اليوم يعيشون في ظروف سيئة للغاية الدولة اللبنانية شبه مفلسة لا تدفع رواتب كافية لموظفينها قوى الأمن والجيش صارت قريبا قوى تعمل بشكل جزئي يحتاجون لشغل وظائف أخرى من أجل الاستمرار حياتيا كل هذا الواقع طبعا غير داخل في حسابات الحزب هو دخل في هذه المعركة على أساس وحدة الصحات وتضامن مع غزة وحسابات لا علاقة لها بالداخل اللبناني هذا لا يدخل في حساباته ولبنان ليس جاهزا بالتأكيد ليس في شهزية تامة وليس في هذه الحالة المعنوية المرتفعة التنظيم ربما كذلك ولديها القدرة على خوض هذه المواجهة مع إسرائيل ولكن السؤال هو إذا لم يكن التنظيم هو يطالب اليوم أمينه العام الدولة اللبنانية المفلسة بدفع تعويضات لنازحين في جنوب لبنان إذا كان هذا التنظيم غير قادر على تسديد التعويضات للنازحين اللبنانيين من المنطقة الحدودية المدمرة فكيف هو قادر على إعادة أعمار كل هذه المنطقة وإعادة أعمار كل ما سيدمر في هذه الحرب لذلك التأويل بالحرب والإدعاء بالقدرة والجهوزية العالية هي هذه كلها إدعاءات منفصلة عن الواقع وغير متصلة بهموم اللبنانيين والمواطنين الرزحين تحت خط الفقر وفي إنهيار شامل وفراخ شامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية وغير ذلك لبنان غير جاهز هذا الواقع لماذا لا يدخل في حسابات حزب الله مقابل إدعاءات الجهوزية أستاذ فيصل أولا سبحاني أن أرد ولو بشيء من الكلام القاسي نوعا ما إذا صح التعبير سمة الانفصال عن الواقع لا أعتقد أنها سمة حزب الله ولا سمة أنصار حزب الله ولا المحللين الذين هم قريبون من حزب الله الانفصال عن الواقع هو من يريد أن يتخلى عن كل شيء في هذه الأمة ويتخلى عن كل شيء في هذه القضية المركزية التي تربينا عليها ونشأنا عليها وبالتالي هذا امتحان لكل من كان يقول أنه مع فلسطين ومع القضية الفلسطينية من أن يكون صوتا إذا لم يكن بندقية جاهزة في المعركة المسألة إذا ما أردنا أن نعزوها إلى جاهزية الدولة هنا وهناك فلا دولة في كل المنطقة جاهزة لأن تواجه إسرائيل ومن خلفها أمريكا وكل هذا الغرب المنافق الذي يناصر إسرائيل علنا وبكل وضوح بينما نحن نخجل من أن نناصر الشعب الفلسطيني حتى بالكلمة نطعنه حتى في الكلمة ونقول أن لا علاقة لنا بهذا الذي يجري من إبادة للشعب الفلسطيني على رؤوس الأشهاد ثم ندعي زورا بأننا مع الفلسطين ومع القضية الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني إذا لم تستطع أن تكون مع الشعب الفلسطيني على الأقل حي جهود من وقفوا مع فلسطين أو حاولوا أن يقدموا أي شيء وإذا ما أردنا أن نعزو الأمر إلى الداخل اللبناني فالداخل اللبناني لم يكن في يوم من الأيام مع أي مقاومة ضد العدو الإسرائيلي والداخل اللبناني تعامل مع إسرائيل في فترات طويلة من تاريخ هذه الميليشيات التي تحالفت مع إسرائيل وجلبت إسرائيل إلى لبنان واستطاعت إسرائيل أن تأتي برؤساء جمهورية واستطاعت أن تبني ميليشيات تحت هذا العنوان إذن المسألة لا علاقة لها فيما يقره حزب الله أو ما يقوم به حزب الله أنه يستند إلى جهوزية الدولة وعدم جهوزيتها المسألة هنا لها علاقة بسيادة لبنان وأمن لبنان في مقابل عدو لطالما اخترق السيادة اللبنانية وانتهك القوانين واعتدى على اللبنانيين إلا إذا كان الشعب في الجنوب هناك من يقول بأن هذه الحرب ليست حرب فلسطين وإنما حرب حزب الله وإيران من ورائه ودلالة على ذلك بأنه لم يصعد أو لم يدخل في هذه الحرب نصرة لفلسطين ونحن الآن نوشك على تجاوز تسعة شهر يا سيدتي فلنفترض أن هذا الذي يقولونه صحيح فلماذا حزب الله إذا دخل في هذه المعركة؟ هل هناك تنفيذ أجندة لإيران؟ ما هي هذه الأجندة الإيرانية التي يتحدثون عنها دائما؟ ما الذي ستستفيد به إيران من هذه المعركة؟ إذا كان اليمن هو أجندة إيرانية والعراق أجندة إيرانية وحماس أجندة إيرانية وحزب الله أجندة إيرانية أعطونا أجندة مناقضة للأجندة الإيرانية ما هي أجندة الآخرين؟ إلا إذا كانت أجندة واشنطن أو أجندة باريس أو أجندة تل أبيب نفسها عمليا السؤال هنا يجب أن نكون موضوعيين هل المطلوب الآن حزب الله أن يستعمل القنبلة النووية في هذه الحرب؟ هل المطلوب الآن أن يبدأ حزب الله بالهجوم على الداخل الصهيوني؟ هذه المعركة تخذت أنوانا واضحا منذ اليوم الأول تحدثنا أن حزب الله تغزق نعم يعني تقول هل يجب أن يرمي قنبلة نووية هو هل يملك ذلك؟ سأعود لك على أي تحال أستاذ فيصل لكن دعني أسمع رأي أستاذ مهند ألم تفرض هذه الحرب بشكل أو بآخر على حزب الله؟ ألم يحاول قدر الممكن أن يمتص هذه الرعونة الإسرائيلية وهذه الاستفزازات من قبل نتنياهو ومن قبل الحكومة اليمينية؟ أولا بس الحديث عن حزب الله وفلسطين وهذه الشعارات التي سمعناها طبعا نسمعها من البعث السوري يعني منذ عقود ونسمع نفس الشعارات سمعنا نفس الشعارات من البعث العراقي والآن الأحزاب الخمينية والتنظيمات والشبكات الخمينية نديها نفس الشعارات يعني الكبرى وفي واقع الأمر لو كان حزب الله مع الفلسطينيين لماذا لم يفرض واقعا جديدا يسمح الفلسطينيين بالعمل في وظائف وعدم حرمانهم بهذا الشكل الكبير الذي يعيشون فيه منذ عقود طويلة تأخذ لبنان حزب الله عمليا والنظام السوري وحلفاؤه كانوا يقتلون الفلسطينيين في اليرموك مشاهد غزة وهذا الدمار الشامل رأيناه يعني في مخيمات فلسطينية دمرها النظام السوري وحلفاؤه في سوريا كل ذلك كان أمامنا يعني رأيناه بشكل واضح الدخول في هذه المعركة له حسابات ضيقة على ارتباط بالتحالف القائم اليوم بين حماس وحزب الله هناك وحدة السحات دخلت تنظيم أرغم التنظيم صحيح على الدخول في هذه المعركة لأنه يعني بنهاية المطاف إيران وشبكتها وحلفائها لا يدخلون في مثل هذه المواجهات الكبرى التي حصلت في السابع من أكتوبر تفاجأوا ربما بحجم هذه المعركة وقالوا ذلك وأنا أصدق ما قالوه يعني بأنهم لم يكونوا على علم بوقوع هذه العملية وبهذا الحجم وأرغموا على الدخول في هذه المعركة السؤال هو اليوم أنه إذا دخلتم في هذه المعركة في الثامن من أكتوبر لماذا كان هذا القرار؟ كان القرار هذا لحماية أنفسكم نتيجة اقتناع لديكم بأن هناك عمل إسرائيلي سيأتي إلى لبنان بعد وقوع هذه المعركة وفي ظل هذه الأجواء والثاني هو له علاقة طبعا برغبة لديهم بحماية والدخول في المعركة من أجل أن يكونوا أيضا جزءا من نهايتها أكان لجهة الإفادة السياسية؟ هناك فائدة سياسية ستتأتى من هزيمة نتنياو وهزيمة الاحتلال الإسرائيلي وهم يريدون أن يكونوا جزءا من هذه من هم هنا نتحدث عن حزب الله أم عن إيران؟ عن حزب الله عن حركة حماس عن هذه الشبكة بأكملها الحوثي اليوم في اليمن سيكون له نصيب كبير على المنطقة وعلى مستوى نظرة الناس إليهم كانوا ينظرون إليهم بصفتهم جماعة في أوية اليوم نظرة إليهم بصفتهم جماعة تدافع عن فلسطين وتقاتل إسرائيل ولديهم اليوم شرعية على المستوى الشعبي نتيجة التعاطف العربي طبعا ما يحصل على الأراضي الفلسطينية هذا من جهة من جهة ثانية أيضا حزب الله يريد أن يكون جزءا من التسوية الأمنية التي ستحصل على المستوى الأقليمي يعني هناك تفاهم ما سيحصل وستنتهي فيه الحرب ويريدون أن يكون جزءا من هذا التفاهم أكان لجهة مثلا دور الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب وهذا يرتبط أيضا بتسوية سياسية في الداخل ينهي الفراغ لأن أي دور للجيش اللبناني يجب أن يأتي بعد انهاء الأزمة السياسية لأن لا يمكننا اليوم تمويل جيش بشكل كبير ودور الجيش بشكل كبير إلا أن هناك عملية سياسية وأصلاح اقتصادي كل هذا سيحصل والبوابة هو حزب الله وما يحصل على مستوى الجنوب فلذلك هناك عوائد كثيرة ستتأتى من نهاية هذه المعركة فخصوصا إن لم تحصل الحرب الشاملة ولهذا طبعا هذا نقاش تاني بالإمكان التطرق سنعرج له أستاذ فيصل قرار الدخول ليس لدرء الخطر عن لبنان وإنما لحسابات خاصة بحزب الله يريد أن يكون جزءا من التسوية السياسية في نهاية المعركة ودعني أضيف ونشير إلى المفاوضات التي تجري في مسقط في عمان بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران هذه كل المسألة ما رأيك شوفي سمعنا الكثير من هذا الكلام الذي لقي مثله على أرض الواقع إذا كان حزب الله دخل هذه الحرب من أجل تسوية فالأفضل أن لا يدخل الحرب وتكون التسوية ناجحة أكثر كل المحاولات الدبلوماسية الآن هي لوقف حزب الله عملياته العسكرية وهذا هو الثمن التسوية ما الذي كان يرد به حزب الله حتى هذه اللحظة لحظة دخول إلى الاستيديو تسربت بعض الأخبار من أن هوكشتين حاول بأي شكل من الإشكال مع المسؤولين اللبنانيين وكان جواب حزب الله قاطعا باتا أنه لا يمكن البحث معنا به شيء ما لم يقب في العدوان على غزة هل هذه المكافأة لحزب الله الذين يتحدثون بلغة لا أعتقد أنهم مقتنعين بها لكنهم فقط يريدون تصويب النار السياسي على حزب الله وجعل حزب الله وكانه يشتغل مرتزقة عند دولة هنا ودولة هناك هذا حزب قدم آلاف الشهداء على طريق تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي إذا كانت هذه الأجندات لإيران وغير إيران فمرحبا بهذه الأجندات التي تدعم حركات المقاومة من أجل التحرير في مقابل عدو يستشرس ويقتل المئات والألاف من الشعب الفلسطيني واللبناني أستاذ فيصل ألم يعد هذا الخطاب يعني خطاب لا يجدي نفع وسط الواقع الجديد نعم نحن اليوم لسنا في عام 2006 ليقدم حزب الله هذه الرواية ويقتنع بها العرب اليوم ثم تم يقول بأن حزب الله يريد أن يغسل جرائمه في الإقليم عبر شماعة فلسطين رغم الضرر الذي يمكن أن يلحق بلبنان أولا حزب الله ليس لديه جرائم ليغسلها فليغسل الآخرون جرائمهم فيما فعلوه في كل هذه المنطقة وإذا كنا نريد الآن فتح الملفات وفتح سجل الجرائم فسنعرف من الذي تآمر على الشعوب في هذه المنطقة ومن الذي تآمر على الدول وجعلها حطاما في كل هذه المنطقة هذا كلام لا أريد أن أدخل به وأريد أن أنكي الجراح الآن نحن نتحدث الآن عن معركة قائمة خاضتها حماس منذ اللحظة الأولى تحت عنوان أن الشعب الفلسطيني لديه قضية أساسية وأن قطاع غزة محاصر وأن الشعب الفلسطيني يموت من الجوع والحصار وهناك الألاف من الفلسطينيين الأسرة في هذا العالم لم يتحرك أحد حتى هؤلاء العرب الذين تتحدثون عنهم لم نجد لهم أي تحرك فيما له علاقة بهذه القضية كل العرب الآن يتحدثون عن شو؟ عن قضية السلام في المنطقة وعن حل الدولتين طيب أين هو هذا الحل؟ أين هو هذا التعاطف مع الشعب الفلسطيني؟ يلام من وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني ليقول له بالنار نحن معك ونقدم التضحيات تصبح هذه الأحزاب هي أحزاب شعارات والآخرون الذين يذهبون بانتفاقيات إبراهام ويذهبون إلى التطبيع ويقيمون علاقات مع إسرائيل هؤلاء يخدمون الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية علينا أن ننظر نظرة موضوعية في هذا الأمر هذه معركة كبيرة معركة تحرير معركة حق تقرير المصير إلا إذا كانت فلسطين لم تعد تعني أحدا وبالتالي هي أصبحت الآن فقط من أجل حزب الله ومن أجل إيران طيب هنيئا لإيران أن تكون صاحبة هذا الشعار وهنيئا لحزب الله أن يكون صاحب هذا الشعار وهنيئا لحماس أن تكون متحالفة مع إيران ومع حزب الله مع كل الخليفات التي كانت قائمة لكن حماس رأى أن ليس هناك إلا جانبها إلا حزب الله وفصائل المقاومة العراقية وإيران واليمن إذا كان هناك أنصار لحماس في كل هذه المنطقة العربية غير هؤلاء أعطونا إياهم طيب أستاذ مهند موقع أكسوس ينقل عن مسؤولين مقربين من بايدن بأن بايدن يخشى من أن تدخل إيران على خط هذه المواجهة في حال وصل نتنياهو فعلا إلى الحدود الشمالية ما رأيك؟ هل يمكن أن تدخل إيران فعلا؟ ما هو سلوك إيران المتوقع في حال عدم توقف الجموح الإسرائيلي؟ لا أعتقد أن إيران نفسها ستدخل إلا إذا بحال تطورت المواجهة وقررت إسرائيل قصف مواقع إيرانية أو مراكز إيرانية كما فعلت بالسفارة ولكن على مستوى المنطقة رأيي أن المنطقة ستشتعل بالطريقة نفسها التي اشتعلت في بداية الحرب بأكتوبر الماضي والشهور التالية له سنرى هجمات في اليمن وقد رأينا بعضها قد تجدد بالفترة الأخيرة سنرى هجمات من العراق من سوريا إلى آخره هناك شبكة حلفاء أقليمية وهذه ما يسمى بوحدة الصحات هذه ستتفعل بشكل أكبر مع حزب الله لأن في نهاية المطاف حزب الله هو اللاعب الأساسي على مستوى هذه الشبكة وبالتالي لديه نوع من أولوية في المواجهة تفوق تلك التي أعطيت لحماس في التضامن معها والآخره ومثل هذه الحرب طبعا سيكون لها طبيعات أقليمية وأيضا قد لكون لها أنعكسات شبيهة بما رأينا بأوكرانيا على مستوى ارتفاع التضخم في العالم ارتفاع أسعار الطاقة في نهاية المطاف أي مواجهة من هذا القبيل ستنعكس على أسعار النفط وستنعكس على بقية المؤشرات الاقتصادية أنا رأيي هذا يقلق بايدن أكثر من أي شيء آخر لأن مثل هذه الحرب كفيلة بأن تجعله يخسر الانتخابات وبالتالي هو يحاول تجنيب إدارته مثل هذه المواجهة وأيضا المعركة في نهاية المطاف هي بينه وبين نتنياه نفسه وأنا أعتقد بأن نتنياه من حساباته الداخلية إذا كان فعلا يريد البقاء والاستمرار وهو ذكي وفطن بشكل يفوق على سبيل المثال إيواد أولمرت الذي خاضر حرب الماضية أعتقد بأن المواجهة ستكون أطول ولكن لن تكون مواجهة شاملة ستكون نوع من تصعيد إضافي ولكن ضمن إطار التصعيد الذي رأيناه بالفترة ضمن إطار الماضي وليس ضمن إطار جديد بالمرحلة المقبلة أستاذ مهند سوريا انعكست ذلك على الداخل سوريا خصوصا وأن بشار الأسد التزم الصمت منذ البداية اليوم إذا وقعت حرب بين حزب الله بين ميليشيات إيران وبين إسرائيل كيف سينعكس ذلك على سوريا النظام السوري يعني على عكس الداخل لبنان يعني نحن في لبنان في عندك فلتر بالداخل السوري اللي هو النظام النظام يحاول اليوم التفاوض ويحاول التخفيف نواطة التأثير الأقليمي عليه هو يلعب على كل الحبال يعني يتحدث يحاول التقارب مع المحور العربي ويحاول الفتح انفتاح ومحاولة جذب بعض الاستثمارات والآخره ولكن في الوقت نفسه لديه ميليشيات على أراضيه وهذه الميليشيات أيضا لديها القدرة في التصرف يعني في لبنان لا يوجد فلتر لدينا يعني حزب الله يعني إذا استفاق صباحا وقرر الحرب دخلنا فيها يعني لا يوجد أي رادع يعني لا مؤسسات لا واقع سياسي ولا رأي شعبي والآخره كل هذه انتهت يعني أنه هناك رجل واحد أو تنظيم واحد يملك قرار الحرب والسلم ويأخوضه في سوريا هناك محاولة لمصالحة كل هذه العناصر هناك وجود روسي في سوريا هناك يعني النظام السوري معروف بموقفه هو يحب التعاطف الخطابي ويستخدم هذا التعاطف الخطابي لقمع معارضيه ولإيجاد حالة سياسية داخلية ولا يريد خوض معركة حقيقية مع النظام مع اسرائيل هو تارك جدين من يعني كان هادئا لعقود طويلة في حركة استيطانية نشطة وآخره ولم يتحرك يعني خلال هذه الفترة وأعتقد بأن لا يريد فعل ذلك الآن ولكن الآن القارق هو أن هناك قدرة إيرانية على تحريك الجبهة السورية من دون أن يكون النظام موافق الكلمة الأخيرة حتى لو كان غير موافق نائب مدير مركز كارنغي للشرق الأوسط مهند الحاج علي من بيروت شكرا جزيلا أشكر كذلك ضيفي من بيروت الكاتب والمحلل السياسي فيصل عبد الساتر فاصل ونعود للمحور الثاني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر